اهلا بكم مشاهدين العزاء مجددا إلى ستوديو العيدة عبر شاشة قناة هذا وننتقل إلى الموضوع التالي بالثقافات والحب والديانات والأعراق والتراث ارتبط الطهي وإعداد الحلويات في المجتمعات وتباينت سماتها لكنها اجتمعت على تقدير إبداع أي ضطها في مطابخها وبالتزامن مع ازدهار صناعة الضيافة والسياحة يبرز دور الطهي في تعزيز هذه الصناعة والتأثير فيها إيجابا وهو ما دفع مؤسسات تعليمية إلى الاهتمام بتأهيل محترفين في فنون الطهي وإعداد الحلويات كذلك عدا عن ذلك مر رمضان وموائدنا لا تخلو من الأطباق والحلويات وأنواعها وهيطل علينا العيد لنرى تشكيلات جديدة كل هذا يترب على أيدي مستكشفين في عالم الطبخ وفي عالم الحلويات وأسرارها للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في ستوديو العيد يزن أبو جمل طاهي محترف من القدس ويعمل اليوم في مطبخ أحد الفنادق بالبلاد وله باع طويل بهذا المجال أهلاً أمرحباً بك كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير أهلاً فيك أستاذي أنا اليوم سعيد أني ضيفك في هاي الحلقة وأحنا سعداء ومسرورين أنك معنا في ستوديو العيد بداية أحكي لنا عن حالك أنا يزن أبو جمل خريج كليت النوتردام لفنون الطهي اشتغلت طبعاً في أكتر من مطعم أكتر من أوتيل وأنا اليوم بشتغل في أوتيل في القدس يزن أحكي لنا شو بعني لك العيد؟ العيد إله أجواءه إله نكهته طبعاً بعد شهر رمضان شهر العبادة شهر النور العيد يعني إله كمان ذكريات طفولة كل شي حلو خلينا نحكي بعد صيام وبعد عبادة وجهد خلينا نحكي وتعب العبادة اللي هو مش تعب هو راحة وحب خلينا نحكي اشي حلو كثير احكي لنا بتشعري بفرق بين العيد اليوم وزمان أخي يزن؟ بشركة كبيرة كثير 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 احنا المجتمع الزمان مش زي مجتمعنا اليوم أكيد فالوضع اختلف وبعدين احنا السنة رمضان والعيد حزين كثير حزين بالوضع اللي احنا بنبقى فيه في البلاد عمليا العيد زمان بتذكر ايش أبرز الاختلافات اللي فيه عن اليوم؟ يعني بتذكر أيام طفولتك اختلفت عن اليوم في أيام شبابك؟ اكيد طبعا ايش أكثر ايش اختلف حكي لنا ابرز الاختلافات واحنا طفال يعني بتعرف فيه نروح نسلم على الناس عيدية كعك العيد الفرحة الألعاب كل هاي الأشياء طبعا اكيد بتغير وتأثر كلما الواحد كبر في العمر يا زمان شو بتذكر بالعيد بتغفورتك؟ انت كرشحت شو بتذكر؟ انه كنا نلعب كنا نلعب واحنا صغار والله بالحارة مثلا العيديات مثلا لما نروح نسلم على سيدي وستي وعمامي العيلة الأهل العيديات والبحث العيديات تكزوا عليها كثير كنتوا تستنىها وانتوا تخير؟ أكيد أكيد نستنى خلاص نسمى بث العيد بيقدن انه صلاة العيد نلبس يعني اللواعي تكون جملة واحنا نايمين انه خلاص بس ها بس يطلع النهار بلن نروح نسلم عشان ناخد عيدية والأجواء الحلوة وتعدي العيدية بهالجزدانك وحنا صغار السؤال القدس انت جاي من القدس مزود كيف أجواء العيد في القدس بشكل عام؟ أجواء كثير كثير حلوة بتمنى انه الجميع الجميع يجي شارك نهاية الأجواء في القدس الصلاة في المسجد الأقصى التجول في المنطقة يعني أجواء خلينا نحكي أجواء روحانية الصلاة اللي هي صلاة العيد في المسجد الأقصى اللي هطعم ونكها مميزة بالفعل نرى انه هناك ناس أو مصلين يأتون من الشمال ومن المثلث لأداء صلاة العيد في المسجد الأقصى عمليا إحنا منرحب في جميع الناس وإحنا الحمد لله رب العالمين ساعدين وفخورين في جميع الناس اللي بتيجينا من برة بتيجي لعنا تشاركنا فرحتنا تشاركنا إحنا شو بنعيش؟ إحنا هاي الأجواء كثير بنحبها إحنا بنستنى رمضان والعيد عشان نشوف هاي الناس بنختلط فيهم نتعرف على ناس جديدة على ثقافات جديدة والحمد لله رب العالمين الله يعيده علينا وعليكم يا رب بصحة وسلامة سؤال يطرح كذلك أنا معينة زورت القدس كثيرا ما أزورها لكن سؤال يطرح وين تتركز هاي احتفالات العيد الأطفال يعني ببلادنا بمركز المدينة في القدس أعتقد قرب باب العمود مثلا في احتفالات نشوفها للأطفال وألعاب وين؟ كل القدس عملي كل القدس المسجد الأقصى حارات القدس القديمة كل الشوارع هاي الناس بتشوف البهجة والفرحة على الأطفال بيكون مثلا اللي بيكون يوزع حلو واللي بيكون يوزع ألعاب واللي بيكون يوزع أشياء على الأطفال بتكون بهجة كثير حلوة شوقتنا وشوقت جمهورنا اللي عادي شوفك اليوم أهلا وسهلا بكم كلكم في القدس وأجواءها الإضاءة كثيرة بالإعياد بنشوفها وكيف ذكرت الحلويات وكل هذه الأمور احكي لنا أنا حابب أسمع كثير عن العيد في القدس بأنه عيد الفطر وبعد رمضان وأعتقد يعني رمضان كان هيك فيه أجواء حتى احتفالية هيك الإضاءة والحلويات والسوق السوق بيكون مليان في العيد؟ بيكون فيه حضور؟ فيه حضور بشكل مش طبيعي إنه كل الناس تنزل غاة تتسوق تشترق غراضها من هناك تدعم التجار البائعين في طريقها للمسجد الأقصى شو بلفت نظرك بتوخذ معاك خالينا نحكي كل شي كل شي بتلاقي موجود هناك ألعاب، إبهارات طبعا هناك الأشياء الإبهارات والشغلاتها مشهورة كثير يعني بتمشي في السوق بتلاقيها بكل مكان وما بالك لو طباء خطاهي مثلك أكيد بدي دور على المهارات أكيد أكيد يزن شو أكتر إشي بتحبه بالعيد؟ زيارة الأقارب، صلة الأرحام، اللمّة، تكبيرات العيد؟ إيش بتحب أكتر إشي بالعيد؟ الجميع اللي ذكرتهم وبالأخص زيارة الأقارب بتشوف يعني بتطمن على الناس اللي حواليك بتسمع أخبارهم بحكمهم يعني أنا المهنة طبعتي ما بتخليني أني أشوف كتير ناس أو بتخليني أتخلط مع كتير ناس بستنى العيد ورمضان عشان أنا أتقرب من هاي الناس أتطمن عنها، أسأل عن أحوالها يعني أكون بترابط اجتماعي معها سؤال الآن نذهب ولنعود إلى عالم الأطباق والأكل والحلو احكي لنا الحلويات المشهورة في القدس والأطباق اللي مشهورة فيها بالقدس بالبلاد بالعيد أطباق الأكل والحلويات؟ أطباق الأكل، بالنسبة لأطباق الأكل أنت ما بقدر أحكم في مثلا كل منطقة ولها هي شو بتحب أو هي شو تراثها؟ احكي لنا، بدنا نعرف خلينا نحكي مثلا أهل القدس عندنا المنصف، عندنا كتير طبخات اللي هي بتميز أهل القدس بالعيد نفسه بالعيد، بالنسبة للحلو، بالنسبة للحلو عندك المعمول المعمول هو خلينا نحكي أكثر إشي بيكون موجود المعمول هو الشوكولاتة؟ المعمول مين بيوصوا عليه أكثر الستات؟ ولا اليوم بيشتغلوا بإيدهم فيه؟ سؤال والله، إحنا زمان كانوا الأغلب يشتغلوا بإيدهم صحيح، بس اليوم مع المحلات التجارية، وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا، لا إحنا لا، ليش أنا أعمل بشتري مبره، خليني أجرب هذا المحل وهذا المحل وهذا المحل يعني خلتنا، خلينا نحكي نبعد عن الشغل المنزلي شوي المواقع التواصل الاجتماعي والأشياء اللي بنشوفها إحنا اليوم ذكرت فيه أكل خاصة بعيد الفطر طبخة، مش زي مثلا فيه ناس بتشوي على العيد، بتشوي المشاو، بتعمل اللي شوي لكن على ما يبدو فيه بالقدس طبخة معينة بيطبخوها بالعيد، صحيح؟ مزبوط مين بتطبخها؟ بالقدس كلها ولا محلات معينة؟ لا محلات معينة، خلينا أنا أقول لك يعني على الأقل يزن والعيلة عندك يزن والعيلة، أنا مثلا أنا بحب المنزفة هو اليوم العيد فيه ناس مثلا بحبوا يعملوا مخ الخروف، فيه ناس حب تعمل فشة الخروف يعني في كل واحد فيه ناس تحب تعمل مشاوي، فيه ناس تحب تعمل إدري، فيه ناس تحب تعمل كل بيت وخلينا نحكي له طقوسه يعني عمليا الريحة ماشاء الله طالع اليوم بالعياد، سؤال آخر يطرح في هذا الحوار، شو بتنصح الناس توكل بالعيد؟ ما شاء الله رمضان قضوا لحمة، بلغش فيه ناس أكلت خضرة، بس ما شاء الله موقتنا بتخلاش من اللحم واللحم أكيد، أكيد آكيد، أكيد كيف تنصحني أكلوا؟ والله بعد الصيام والطبايخ اللي طبخناها، أبحكي نجعل واحد يفطر شغلات خفيفة، أنا ما شاء الله بواحد في رمضان من العزائم والطبخات وواحد وزنه وصار بالعالي فنصح الناس خففوا شوي يعني بس إلا ما يظن في مقترحات لمأكلات معينة يزن ما بعد الصيام وفترة العيد أكيد يعني إيش بتنصح كطاهي محترف إيش بتنصح الناس يوم العيد والآن زي ما بحيب خليكم على المنصف المنصف تنصح بالمنصف احكي لنا إيش المكونات المنصف عملي ممكن تحكي لك المكونات المنصف بتركز على لبن الجميد لبن الجميد اللحمة الروز السنوبر المكسرة اللي بتكون موجودة عليه سؤال آخر كطبخ أنت أي مطبخ بتفضل أنا بحب المطبخ العربي لأني أنا بلشت هوائتي وبلشت تعليمي وبلشت تدريبي من هذا المطبخ مطبخ العربي ليش؟ ليش حبيت المطبخ العربي؟ ما أنه في مطابق كثيرة كمان مشهورة عالمية لأن مطبخ بمثلنا لأن مطبخ عايش فينا عايش في كل بيت كل ست بيت بتتقنوا ممكن أنا أكون سببنا فرع إني أساعد ناس يتعلموا هذا الإشي اللي إحنا موجود عنا في بيوتنا يوم يوم خلال عملك أطباق كثيرة أكل أنا متأكد يعني وخاصة أن تعمل بفندق أطباق كثيرة وكلنا يعني زرنا فنادق شفنا كثير تنوع في الأطباق وكذلك بالإضافة بعد الأكل ما شاء الله بفوهات الحلو عامر في الفنادق كثير أنت يعني خلطت هذه المطابخ العالمية منها المطبخ الشرق العربي الفرنسي كلها ذو إيطالة ما أبرز الأسرار التي تزودها لربات المنازل لنجاح وصفاتهم أول إشي أنه لازم عشان الوصفة تنجح لازم تكون في نفس طيب في الأكل هاي أهم نقطة أنها لازم تكون وبعطيه النصيحة أنه جربوا شفتوا طبخة مثلا على المواقع التواصل الاجتماعي شفتوا طبخة معينة جربوا 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 ما يعني ما تعتمدوش كل مثلا طول الأسبوع على نفس الطبخات طول الشهر على نفس الطبخات لا جربوا اكتشفوا أشياء جديدة يتقنوا أشياء جديدة عادي تعلموا مرة مرتين وثلاثة عيدوا نفس الطبخة تنجح تزبط خليه دايما سفرتكم متنوعة يزن هل تحتفظ بمكونات معينة تستخدمها دائما في وصفاتك؟ أكيد طبعا أكيد يكشف شوي منها هون سر نجاح أي طبخ أكيد يرح يكون عنده وصفات وشغلات هو هو يعملها هو يكشفها بخبيها في دفتره في برجع باستخدمها فإحنا يعني أقول لك مش فيش عنا ذاكرة يعني طويلة أنا نصيت شغلة برجع للدفتر بتذكر عادي ما فيش أي مشكلة هذا الدفتر لازم يكون مرافق لأي طبخ خلينا نحكي أنت طاهي محترف وتعلمت الطاهي وكل هذه الأمور عالم الطاهي ويستكشاف يومي كل يوم ممكن نلاقي طبخة جديدة طبعا أصلا الطاهي لازم يكشف لازم يجدد لازم يبتكر أشياء جديدة عشان يقدر يتقدم في مجاله في نصيحة أنا أخذتها من شيف قال لي اسمع يظن الطبيخ زي الجنون لازم تنجان لازم تبدع لازم تطلع جميع الطاقات الموجودة عندك لحتى أنت تطلع طبق كامل متكامل لحتى أنت تقدر تبدع وتكشف أجياء جديدة ومكونات جديدة الطبخ زي البحر شو ما تعمقت فيه بتكشف أجياء جديدة وأطباق جديدة وأطعمة جديدة كل شي جديد كل ما تعمقت تكشف عملين إسا كثير بالعيد في طبخات كيف حكيت في القدس وفي البلاد وكثير أكيد بيستعملوا فيها هاي الوصفات اللي أنت بتحكيها لبارات وجنون الأكل وكل هذه الأمور يظن هل تتبع عادات أو تقوس خاصة أثناء تحضير الطعام والحلويات مع زملائك كذلك أنت تعمل في فندق الحلويات دائما بتكون والأكل تتبعوا تقوس معينة خلال تحضير هذه الوجبات والحلويات أكيد أكيد إحنا لما نيجي مثلا ما نطبخ مثلا خلينا نحكي وليمة معينة أو أو أطباق معينة لازم لازم يكون في تركيز لازم يكون في خلينا نحكي بيئة صحية لازم يكون في مش أنا معصب وزميلي معصب ولأ لازم يكون تركيز وهداوي وجو رائع عشان نقدر إحنا نبتكر نقدر نكتشف نقدر نطلع الإشي بحب للي بدو يكل الطبق السؤال سنعود لاحقا لكذلك للمجال لكن أريد أنا أسألك الناس بتلاقيك بالحيز العام بالشارع بالمسجد بالنادي بكل محل بتسألك يا زن شو بتحكي لنا شو نطبخ اليوم شو طبختك اللي بتحبها يا زن تسألك بالناس وهل جمهور الأمهات والنساء بيسألوك لأنك طبخ أكيد أكيد إيش أكتر الأسئلة شو بتنصحنا أعطينا الوصفة الفلانية كيف بدنا مثلا كيف بدنا نطلع الطبخة جاهزة وتمام فيش فيها خلال شو بتنصحنا نعمل على العيد شو بتنصحنا نعمل اليوم وفطور شو بتنصحنا يعني كل من هذه الأسئلة أكيد موجودة وحاضرة من الجميع كنت تجاوب عمليا أكيد أكيد ما رأيك يا زن بالنجاح الملحوظ للعديد من الطهاء المحليين والمنافسة على الساحة؟ في نجاح كثير للطهاء أكيد النجاح الطهاء بيعطينا منافسة وبعطينا روح حلوة اللي إحنا نقدر نتقدم ونقدر نثابر في هذا المجال أنه أنا أو بتطلع زميلي نجح في مجاله بثابر بنافس صديقي منافسة يعني منافسة خلينا نحكي منافسة زهية منافسة شريفة أنه أنا يعني أصل أنا وصديقي أو زميلي لدرجة أنه آه والله إحنا حققنا نجاح كبير نقدر النافس مثلا طهاء أعلى منا نفس شفات أعلى منا تعطينا دافع تعطينا نفس طويل أنه إحنا نقدر نكمل في مجالنا يزن هل تطبخ للعائلة والأصحاب؟ عترف لنا بتطبخ للعائلة والأصحاب؟ أكيد أكيد بس يعني مش دائما مش دائما؟ لا مش دائما وين تطبخ؟ حكي لنا أنا يعني أنا أقول في نظرية أشار الطبخين هني رجال صحيح؟ أكيد هل مهنتك تطبخ في البيت والأصحاب؟ أصحابك على الأقل قالوا تعالوا تطبخ لنا اليوم طبخة؟ مش مهنتي بني أطبخ في البيت مش مهنتك كمهنة تستثمر فيها في البيت؟ أكيد أكيد أجعب لك اليوم الطعم العيلي هاي الطبخة؟ في اللمات في جمعات الأصحاب المزاج الحلو لما يكون عندي مزاج حلو أشو؟ آه والله أنا اليوم بدي أمتطل أنا أعمل لكم الطبخة الفلانية بدي أعمل لكم الآذة كله الفنينية جمعة الصحاب آه أنا الطبخة لنا نحكي أنا الطبخ الوحيد والله اليوم الطبخة الفلانية عليك بقولون بعمق العادي ما بحب أنا بحب إنه الناس تجرب الأشياء اللي أنا بسويها والأشياء اللي أنا ببتكرها وأسمع انتقادات الناس السلبية خلينا نحكي واحد انتقادني سلبية أنا بأخذ هذا الانتقاد بعين الاعتبار على أساس أني أطور وأتقدم الطبخة بتعزها وبتحب تطبخها غير عن بقى الطبخات الكبسة طبخة الكبسة ليش لأنها مقدسية عمانية ولا إلها دريحة مش مقدسية بكرت أهل القدس كتير بحبوها صحيح هاي طبخة أصلها جاية من المطبخ الباكستاني والأوزباكستاني بحكينا عنها بعدين هاي طبخة انتقلت للسعودية واشتهرت بالسعودية ودول الخليج بشكل عام طبخة مكوناتها اللي هي جزر البصل الثوم الفطر الحمص الحاب الروز ورب البندورة كل من المطيبات والبهرات المختلفة والدجاج طبعا أكيد لازم يكون موجود وطبخة كثير زاكية بنصح أنك تجربها أكيد لحن تجربها يزن أكيد تلتقي في أشخاص ويعني سواح في على أقل في الفندق الذي تعمل به يطلبون الأكل العربي منك أحيانا خليني أقول لك إحنا بمجتمع إحنا مش المجتمع إحنا في المناطق اللي بنشتغل فيها أغلب السواح أجانب فبصراحة مش متعرفين كثير على التراث التراث تبعنا أو المجتمع تبعنا فصراحة لا أقول لك إنه بطلبوا هيك أنه نعمل لهم أكل عربي أو شيء لا لأنه أغلبهم مش متعرفين أو مش متطلعين بالمرة على المجتمع العربي أو إحنا شو بنقدر نقدم لهم المجتمع العربي أنت كطبخ وكطاهي أي المطابخ تراها تنافس المطبخ العربي؟ في منافسي ولو بعض الشيء للمطبخ ثاني في العالم؟ أكيد منحكي إحنا عن المطبخ الغربي بنافس المطبخ العربي لأنه إحنا نتعرف نسبة العرب الموجودين في دول العالم كثير نسبة العرب كثير موجودة في الدول الغربية فإحنا بنقدر يعني لازم إحنا شو ما بنقدر نعطي ثقافة من عندنا للغرب للأجانب لازم إحنا نعطي لازم نطلع التراث تبعنا خلي العالم تشوف التراث تبعنا تشوف إحنا شو بنقدر نقدم؟ شو بنقدر نعطي؟ يسا سؤال يطرح كذلك أي مطبخ درست؟ درست خلينا نحكي جميع المطابخ غربي عربي شرقي إيطالي الإنجليزي كل المطابخ هاي أكيد أنا درست في عدة كليات وحصل على عدة شهادات درست خلينا نحكي أغلبها ومتعنق في أغلبها مدام درست كل هذه المطابخ ما الذي يميز المطبخ العربي الذي تفضله عن جميع المطابخ؟ في إيش بميزه؟ طعم النكهات الموجودة في المطبخ العربي يعني اللحمة خلينا أحكي اللحمة الإبداع في المطبخ العربي المكونات جميعها بتلعب دور بتميزها عن وتعدد الابهارات والشغلات اللي إحنا بنضيفها اللمسة العربية اللي إحنا بنحطها بتميزنا عن جميع المطابخ الموجودة على ماذا يعتمد نجاح الطاهي؟ على إيش بعت من نجاح الطاهي؟ عشان يصير طاهي ناجح ما الذي يجب أن يعتمد عليه؟ خلينا أول إشي أبلش في مجال اللي هو نظافة عمله أنه نظافة الموقع اللي هو بعمل فيه أنه أنا كطباخ اشتغلت مثلاً في مكاني أو شف اشتغلت في مكاني لازم أكون أنا نضيف في الموقع اللي أنا بشتغل فيه ثانياً خلينا نحكي معرفته في جميع التخصصات والمجالات لأنه إحنا كشف اليوم عشان تكون شف ناجح لازم تكون تعرف في مجال الطب لازم تكون تعرف في مجال الهندسة لازم تكون تعرف في مجالات الصحة في جميع مجالات خلينا نحكي أغلب مجالات الموجودة عندنا لازم نكون على دراية وطلاع فيها لأنه أنا كشف لازم أكون يعني ليش لازم أكون أعرف في الطب لأنه أنا لما أقدم الطبق للزبون لازم أكون أعرف شو موجود فيه مناسب للزبون أو لا عنده مرض معين عنده إشي معين لازم أنا أعطيه مثلاً الطبيق السمك إنجاج الشغلات هاي فيها بكتيريا كيف بدأت عامل معها كيف بدي أحضرها لازم أكون على دراية في جميع هذه التخصصات لماذا اخترت أن تكون طاهي؟ ليش؟ أحلم طفولة وموهبة يعني من طفولتك وأنت تلامس إش؟ أحكيلي كيف بديت الفكرة وأنت طفل كان في إيه لك تفوت على المطبخ تحاول تشوف كي بطبخ؟ أكيد أكيد أحكي لنا عن تجربتك أنت أظل عند الوالدة يعني أتفرج شو بتطبخ شو أساعدها أقولها ورجيني يعلميني كيف بنعمل هيك كيف بنعمل الرز كيف بنعمل الجاج كيف بنعمل اللحمة فأنا بحب الطبيخ كثير بحب هذا التخصص هذا المجال بحبه كثير ولابد من أحلام وأهداف ما زالت تنتظرك في أحلام لقدام حابب؟ أكيد حلمي أني أفتح مطعم طبعا بشكل عالمي وشكل واسع إن شاء الله رب العالمين أني أقدر أوصل لهذا الحلم لهذا الطموح المشروع موجود عندك بعقلك؟ موجود أكيد سؤال آخر لنعود إلى القدس والمكان المقدس في العالم العيد السنة في القدس احكي لنا أكثر عنه شو ممكن نشوف فيه؟ ممكن نشوف حركة تجارية في ذلك الأوضاع اللي ما نعيش هاليوم؟ ممكن نشوف حركة تجارية خفت الحركة التجارية عليكم؟ صراحة خليني أحكي لك إحنا رمضان السنة والعيد حزينين كثير رمضان والعيد حزينين كثير بظل الأوضاع اللي إحنا بنعيشها خفت الحركة التجارية الناس خفت بهجتها خفت لكن في الحضور عمليا من الداخل على القدس؟ أكيد طبعا كل سنة إحنا بنلاحظ هذا الإشي وإحنا فخورين كثير في هذا الإشي إنه أهلنا وحبائبنا في الشمال والجنوب بتوافدوا لعننا بيجوا بيشاركونا الأجواء الرمضانية بيشاركونا فرحتنا بيشاركونا كل شي فإحنا كثير فخورين في هذا الإشي صراحة يزن أبو جمل كلمة معايدة لمن بتحب توجيها الكاميرا إليك تفضل؟ بوجه كلمة معايدة لجميع المشاهدين وجميع الناس اللي بتابعونا وجميع الأم العربية الإسلامية كل عام وإنتوا بألف خير يا رب إن شاء الله رمضان والعيد بيجوا علينا السنة الجاي وإحنا هاديين البال والجميع بصحة وسلامة بخير يا رب الطاهي يزن أبو جمل من القدس شكرا لك على هذا الحوار الشيق وكل عام أنت بخير أنت بألف خير الله يسعى لك شكرا لإلك على هذه المقابلة الجميلة مشاهدين إلى هنا نأتي إلى ختام هذا البرنامج الخاص بالعيد ستوديو العيد شكرا لكم على حسن المتابعة عيدكم مبارك وبهذه الفرصة أهنئ بداية طاقم العمل في ستوديو العيد هنا الذين يتواجدنا معنا أهنئ وأبارك وأعيد رئيس مجموعة بارو بانوراما الأستاذ بسام جابر ومحررة تلفزيون هلا ومحررة هذا البرنامج فريدة جابر برانسي إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير شكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة